اشتركوا في القناة الليل متأخرة فما يعني منذكر خلو المسار ولكن ما رح نركز عليه بشكل كبير القمر موجود الآن في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و34 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لا ينتقل بعديها القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته هذا اليوم أن نشعر بابتهاج أكثر ونجد الناس أكثر مرحن وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا خلال هذا اليوم اقتراض المال دراسة لغة جديدة الاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مؤثر علينا خلال هاي الفترة طبعا في زوايا آخر يوم لإلها وإيش بكرة آخر يوم لإلو أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهذه الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين بلوتو وحكينا أن هذه زاوية هي اللي بتثير أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين المشتري وبين نبتون وهذه الزاوية طبعا هي إلها علاقة بالإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة لبعض الأبراج وممكن يقع بعض الأشخاص في الحب من أول نظرات بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل وأهم شيء رح نحكي عنه اليوم هو انتقال كوكب الشمس طبعا في حلقة نزلت وصارت موجودة على القناة الحلقة بتشرح كل التأثيرات لجميع الأبراج لهذا الانتقال وضرورية جدا لأنها هاي بتحكي عن توقعات شهر كامل لجميع الأبراج إذا ركزت فيها بتعرف هذا الشهر كيف رح يمشي معك طبعا انتقال الشمس رح يكون الساعة 22.24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يضل الشمس موجودة في الثور لغاية يوم 21.05 لينتقل بعدها لبرج الجوزة بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 34 دقيقة صباحا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي الفترة يبيت تجهل التنفيذ من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 5 و18 دقيقة مساءا طبعا كل الزوائع هاي تأثيرها قيلة النهار إلا هاي الزاوية من الساعات الصباح وبتستمر لمنتصف الليل طبعا هاي الزاوية ما بين القمر وبين زحل بتخلينا أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 6 و19 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج ابتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 8 و55 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة لما الحدث اللي رح يصير بعد هاي زاوية هو بداية خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 8 و55 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج من مساء اليوم الأربعاء وبدو يستمر خلو المسار لغاية ساعات صباح يوم الخميس يعني لغاية الساعة 53 و52 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عنا الكبد والعجز عضم الفخد عضم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية حتى عمليات التجميل برضو ممتازة وهذه فترة أو هذا يوم مناسب للحقن والجراحة التجميلية والجراحة العلاجية أو الجراحة الطبية هذا اليوم يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغة أيضا ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا اليوم برضو مناسب ممكن بعض الآثار أو الأعراض اللي بتيجي زي ارتفاع درجة حرارة أو ألام بسيطة مكان إبرة اللقاح وهاي بندول لحاله يفي بالغرض بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 19 يوم فيه تمام الساعة 10 و 16 دقيقة مساء الآن بتوقيت جرينج ندخل على 20 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل لا تنتقل لتور زي ما حكينا ورح تمكث في برج الثور لغاية يوم 21-5 هي الآن سعيدة بنسبة 30% ولكن مع ساعات العصر بتصير سعيدة بنسبة 60% القمر في القوس حتى يوم 21-4 منتحس الآن بنسبة 40% في الساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 50% ولكن مع ساعات المساء عند المغرب تقريبا بصير منتحس بنسبة 25% عطارد في الثورة حتى يوم 29-4 هو الآن منتحس بنسبة 40% ولكن في ساعات المساء بينزل نسبة النحوسة لنسبة 25% الزهرة في الحوت حتى يوم 2-5 طبعا سعيدة بنسبة 30% المريخ في الحوت حتى يوم 24-5 سعيدة بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 اليوم سعيدة بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيدة بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيدة بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بينشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبيشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباهم معهم بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقوا إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي نشطة جداً وبتشكل محطة للانطلاق بمشروع جديد أو فكرة جديدة ولكن زي ما حكينا فترة ممتازة دعم لإلكم انتبهوا بس أثناء قيادتكم للسيارة برج الثور اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وحاولوا أنكم ما تكفلوا حد خلال هذا اليوم حسن أداءك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم وللمصالحة وترتيب الأوضاع ما بينك وبين شركاء المال أو العاطفي ولكن بدكو تتجنبوا الغضب والانفعال ما تخلي أي شخص يستفزك وابعد عن المشاكل وقدر الإمكان احمي سمعتك من تشويها عليك خوض امتحان قبل الحصول على الجائزة وهذا الشيء رح يكون اليوم عشان هيك بدك تتحامل على نفسك بدون عصبية برج السرطن أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وبدك تكون واضح في أولوياتك وما تخلي أي شخص يثير انفعالاتك وخصوصا زملائك أو في مكان عملك حاول انك تسيطر على غضبك بدك تنظم وقتك بشكل جيد وتلتزم بواجباتك ومسؤولياتك وحاول انك اليوم برضو تحترم المواعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وأهم شيء انه اليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبترتفع المعنويات بشكل كبير فترة بدك تحاول انك تكون فيها أكثر مروني مع أحبائك ولكنها فترة ممتازة جدا ممكن تحقق من خلالها إنجاز وبتنتعش عندك العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج العذرة بيوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم رح تجدوا تعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة ولكن في بعض الأوقات ممكن تكثر الضغوط والمتاعب فهاي فترة متوترة شوي على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي فبدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية لأنه هذا الشيء ممكن ينعكس أو تعكس الظروف عليك وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا اليوم قوي جدا بالنسبة لعائلكم رح تنشطوه بالتنقلات والسفريات القصيرة والاتصالات وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن تعزز العلاقة مع أخ أو جار طبعا اليوم بناسبك تكثيف التحركات ممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترة إيجابية وممتازة جدا بالاتصالاتك وتنقلاتك ولكن بدك تنتبه أثناء قيادة السيارة برج العقرب اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أو حتى هدية مع هيك بتكونوا حذرين من النافقات امتنعوا أن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة وتحددوا أولوياتكم ميزانيتكم المالية أهم شيء أن في البعض ممكن يتلقى هدية أو ممكن يقدم على استثمار ولكن برضو سلبية هذا اليوم أنه ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وممكن تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية طبعا فترة ممتازة جدا بتطلعك على خبر بيكون مثابة لا إشارة أو انطلاقة جديدة فترة ناشطة حماسية طبعا على المستوى العاطفي برضو ممتازة وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد بهاي الفترة أو يجيك رد على تقديم طلبات إلها علاقة بمشروع برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بدهم ينتبهوا بشكل جيد لصحتهم وما يبالغوا اليوم في إنجاز ما لديهم من عمل متراكم لأن القمر موجود الآن في بيت المتاعب فبدك تستريح وتحاول أنك ما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة وحاول أنك تنتبه لأن الفترة هاي فيها صعوبة وفارغة من الحضود فبدك تخفف وطيرة عملك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء أفكارك السوداء وهواجسك لأن القمر في بيت المتاعب أصبر يوم لحديث ما القمر يوصل عندك برج الدلوك بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بأي شيء بيتعلق بصداقاتك وعلاقاتك الاجتماعية أنت بحاجة اليوم برضو للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد هذا الشيء رح يكون ناجح ومميز بالنسبة لأيلك أهم شيء إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وممكن اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم رح تجد إنك بتغار على مصالحك أكثر وهاي الفترة تعتبر لأنه يعتبر تربيع مع برجك وبيت السمعة بيكون هذا اليوم يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر بالنسبة لأيلك لأنه القمر بشكل زاوي التربيع فعشان هيك بتكون الفترة هاي ثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمي شنك ما تتدمر على مسمع من أحد أصبر ما تجازف ما تغامر ما تخال في القوانين وما تتغيب عن عملك وما تدخل بمشاكل مع المسؤولين في العمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر